إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه في هذه الحلقة سنتكلم عن الآية 113 من سورة آل عمران وهي قول الله عز وجل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا هو الله عليم بالمتقين ها نحن أمام قضية في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية في كتاب الله عز وجل تحمل معاني ضخمة جدا أولا عملية الإنصاف والأمر الثاني عدم التعميم على المجموعات البشرية بأحكام وإطلاقات هنا يستثني القرآن طائفة من أهل الكتاب في تلك اللحظة التاريخية يؤمنون بالله واليوم الآخر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين هذه مجموعة بشرية موجودة في تلك اللحظة التاريخية والقرآن يصفها ويستثنيها من كثير من الخصال السيئة التي تكلم عنها سابقا شيطنت مجموعات كبيرة من الناس تكلمنا عنه سابقا يعني في واحد يرى ناس يقتلون ويذبحون وما إلى ذلك مما نشاهده في العالم الإسلامي فيقول لك المسلمين كلهم عبارة عن قتل وسفاحين ويأخذ مجموعة صغيرة جدا ويقول لك هذه المجموعة الصغيرة ممثلة للكل وبالتالي هو يصدر أحكام كبيرة جدا طبعا هذه الأحكام لا تقف عند هذا المكان لأن تترتب عليها أشياء ترتب عليها قضية أن الناس ينظروا إلى بعضهم أن ينظر هؤلاء إلى المسلمين بقدر كبير من الكراهية قد يتعرضون للأذى في مناطق معينة نتيجة هذه التعميمات فكل مسلم يصبح مشروع خطر على العالم ويصبح مشروع كراهية بالنسبة للعالم ويصبح حربا للعالم حين تكلم الإنسان المسلم تقول له هل يجوز مثل هذا التعميم يقول لك لا يا أخي المسلمين ممكن لهم الشكل المسلمين في يوم الكثيرين من الناس الصالحين اللي ما يؤمنون بهذه الأفكار ولا بل 99% من المسلمين لا يؤمنون مثل هذه الأفكار والتصورات هذه قلة قليلة من الناس التي تمارس هذه الممارسات طيب إذا كان التعميم في أصله على مجموعات بشرية خطير هل نمارس نحن التعميم على الآخرين؟ هذا سؤال مهم هل عندنا ما يسمى بلانك الترمينولوجي عندنا نصح التعبير غطاء عام نفرشه على مجموعات بشرية كبيرة جدا حتى يسهل علينا ضربهم في أي مكان يعني مدام هؤلاء الناس وصفناهم أنهم معادين للإسلام محاربين للإسلام فكلهم يستحقون الضرب والقتل هذه الأفكار الموجودة هل هي أفكار خاصة بجماعات إسلامية معينة؟ ولا هل نسق نسمعه في الخطب نسمعه في المحاضرات نسمعه في الاتجاه العام كلهم يكرهوننا كلهم يحربوننا كلهم أشرار كلهم سيئين أو هناك قدر من الناس يقولون بهذا وقدر من الناس يقولون بذاك عموما القرآن الكريم هنا يعطينا الدرس البليغ أن التعميم بشكل عام لا يصح ولا يجوز ولذلك يتكلم ليسوا سواء ليسوا سواء في ماذا؟ ليسوا سواء في موقفنا منهم وليسوا سواء في قضية التعامل معهم الإنسان الذي يحاربك ويقاتلك شيء والإنسان الذي يسالمك شيء الإنسان الذي يعلمك العلم النافع شيء والإنسان الثاني الذي يفرض عليك الجهل شيء ثاني الإنسان الذي يقصفك بالدبابات والطائرات شيء والإنسان الذي لا علاقة له بكل هذا الشيء ثاني لما ما نفرق بين الأشياء عندنا أحكام عامة بشكل عام نحن نولد نفس الظاهرة التي لا نريد الآخرين أن يصنعوها بنا اللي هو التعميم العام ولذلك القرآن الكريم يتكلم ليسوا سواء لا يجب أن يكونوا سواء في النظرة إليهم ولا يجب أن يكونوا سواء في التعامل معهم يختلف الحال باختلاف الناس وأعمالهم اتجاهنا هذه القضية الكبرى اللي موجودة تزول عندما يكون الناس في حالة احتقان وغضب فالإنسان في حالة الاحتقان والغضب قد يزعل مع شخص واحد لكن ردت فعله تشمل كل الناس الذين يحيطون به يقول لك والله كان زعلان وفعل هذه الفعلة أحيانا هذا الغضب الحضاري يستمر لعقود ونتائجة كارثية على المجتمعات وعلى الإنسانية القرآن الكريم يحاول أن يضع لنا نصطرة التفريق بين الناس على أساس العدل لأن القضية الرئيسية أنك المحسن والمسيء ليسوا شيئا واحدا في واحد يمنع الدعوة ويمنع الإسلام ويقول لك ما تدعوه وممنوع حد يدخل في دين الإسلام وفي شخص يقول لك يا أخي تفضل عندك المدارس وعندك الشوارع وعندك الإعلام خاطب الناس ومن أراد الدخول في الدين فليدخل فيه تسوي فيه بين المقاتل وتجعل هذا مثل ذاك تصبح القضية خطيرة جدا قضية التفريق بين الأشياء تحتاج إلى إنصاف وإحنا قلنا أن سبب نزول الكتاب والميزان أن يقوم الناس بالقسط إحنا اليوم كم مركزية فكرة القسط في أذهاننا إحنا تحدثنا عن هذا الموضوع سابقا لكن هذا الموضوع في غاية الخطورة في غاية الأهمية هل نحن فعلا في داخل تلافيف عقولنا عندنا فكرة القسط فكرة حاضرة فكرة حية فكرة إحنا يعني مؤمنين بها إيمان وعندنا حساسية اتجاهها ولا إحنا لما يكون الظلم واقع علينا نطالب بالقسط لما نقعه على الآخرين ما عندنا مشكلة في ذلك ننام وضميرنا مرتاح أي نوع من البشر نحن الناس الذين يزينون الأمور بميزان العدل ويكلون بمكيال واحد ولا إحنا عندنا عدد من المكاييل نزم بها الأمور البعض يقول لك الآخرين يكلون بمكيالين صحيح الآخرين قد يكلون بمكيالين وثلاثة وأربعة لكن الأمة الشاهدة على البشرية هل هي قدوتها ما يفعله الآخرين ولا ما يقوله كتابها المقدس ما يقوله القرآن هو المطلوب ولا ما يفعله الآخرين هو الذي يصبح القدوة كيف نستطيع أن نحن نصنع النموذج البشري الذي يحقق معادلة العدل والقسط بحيث نصبح شاهدين على البشرية في هذا الميزان هذا موضوع ليس يسير لأنه ابن ثقافة وبن معرفة وبن خطاب وحيانا هذا الخطاب مفتقد حتى في الإطار الديني مفتقد هذا الخطاب الذي يتكلم عن قضية العدل يعني يوم من الأيام تتكلم في أحد المساجد عن قضية العدل فواحد من الأفاضل قال لي دكتور أنت تتكلم عن العدل وكذا إلى آخر إحنا اللي مسلطة علينا كل مؤامرات العالم وكذا لماذا لا يطالب العالم بالعدل لماذا تطالب المضطهدين والمظلومين بالعدل قلت له والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنزلت آيات العدل والحق والإنصاف ما تنزلت والمؤمنين مرتاحين هي تنزلت والمؤمنين تحت الصياط إما في مكة مطاردين وإما في المدينة محاصرين ومع ذلك تنزلت آيات الرحمة وآيات البر وآيات الإنصاف وآيات القسط لأنها لا علاقة لموضوع البر والقسط والإحسان والعدل بالحالة التي يمر بها الإنسان المؤمن صحيح الحالة النفسية معتبرة إذا غضب يجوز لأنه يعني إذا ظلم أن يشتم إلى آخره لكن هذا الموضوع متعلق بحالات قصيرة أما الحالة العامة للأمة الإسلامية الحالة العامة للمؤمن فالمؤمن هو شاهد على خلق الله في هذا الكون وهو عندما تصبح مصطرته العدل يصبح عنده سلاح قوة كبير جدا اليوم جذب التعاطف العالمي جذب العلاقات الإنسانية الكبرى التوافق مع الذين يأمرون بالقسط من الناس في العالم يحتاج أن يكون عندنا أناس لهم هذا الطابع طابع العدل والاستقامة النفسية والتوازن النفسي لا يصح أن الأمة كلها تصبح عبارة عن حالة فوضوية من الغضب ومن الكذا إلى آخره وتقول والله لما تعود الأمور لطبيعتها نصبح أمة العدل لا أمة العدل في كل الأحوال لأن الأمور لا تعود لطبيعتها أصلا في حياة البشرية دائما هناك شكاليات دائما هناك تحديات دائما هناك حروب دائما هناك قتال فمتى سيكون العدل متى يكون الإنسان منصفا مع الآخرين فالقرآن الكريم يضع لنا قاعدة كبيرة جدا ليسوا سواء ليسوا سواء قاعدة تميز بين الخير والشر تميز بين المحسن والمسيء تميز بين مناطق التي نستطيع أن نتفق معها ونمد الأيدي ونصافح مناطق التي تحتاج إلى قتال وإلى حرب يجب أن نعمل هذا الفرز الفكري أولا داخل إطارنا المعرفي لأن إطارنا العام الموجود الآن هو إطار يستخدم التعميمات ويطلقها على كل البشرية على قدم سواء نتيجة حالة الغضب التي تسكن المنطقة لكن حالة الغضب ليست مبررا لتجاوز حالة العدل والإنصاف خاصة في أمة الدعينها ملتزمة بكتاب الله عز وجل وتريد أن تري العالم مثالا على العدل وعلى الإنصاف الذي يمثله كتاب الله عز وجل أتوقف هنا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا